بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا أن هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أبواس أحلام بل افتريه بل هو شاعر فلياتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا في ذكركم أفلا تعطرون وكم حصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشانا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا باسنا إذا هم منها يرقضون لا ترقضوا وارجعوا إلى ما أذرفكم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعوان حتى جعلناهم حصيدا قامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغهم فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ولهم من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكررون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة من قل هذا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرقون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إلي أنه لا إله إلا أنا فعظه وقالوا اتخذ الرحمن ولداه سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونهم بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقول منه إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسيا تنيد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها مغربون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن متفهم الخالدون كل نفس زائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رأيك الذين كفروا يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن الكافرون خلق الإنسان من عجله سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعب إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن غورهم ولا هم ينصرون بل تاتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينصرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يتلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنع من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم مما يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نانات الأرض لهم قصوا من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنزركم بالوحي ولا يسمع السم الدعاء إذا ما ينزرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفسه شيئا وإن كان مسطال حبة من خردن أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان رضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكثون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين قالوا أجيتنا بالحق أم أنت من اللاعدين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطررن وأنا على ذلك من الشاهدين وترى إلى أكيد أن أصنامكم بعد أنك والنوم دمرين فجعلهم جذاذا بلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يزقوا بيقال له إبراهيم قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعلهم كبير هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفلكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوا وأنصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناه الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باردنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكنا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهلون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حبما وعلما ونديناه من القرية التي كانت تعمل الخبائف إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا لهم فنديناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من باسكم فهل أنكم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي بارتنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الرافقين فاستدبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهلهم ومثلهم معهم وآتيناه أهلهم ومثلهم معهم رحمة من عيدنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكف لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني بوت من الظالمين فاستدبنا له ونديناه من الظلم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوالدين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورأبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فردا فنفخنا فيها من روحنا وادعلناها وبناها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فعبدون وتقفروا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يا جوج وما جوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهد أنفسهم خالدون لا يحذرون فزعوا الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتمت عنهم يوم نطو السماء كطي السجل للكتاب كما بدانا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الركر أن الأرض يرسها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعلهم فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب حكوم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون